اشتركوا في القناة وهو القائل من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأسنى خديمه أما بعد فالإخوة المؤمنون في نهاية هذا الأسبوع المنصر بدأ حجاج بيت الله الحرام يعودون إلى البلاد بعد أدائهم ذلك الركن العظيم من أركان الإسلام فنسأل الله تعالى بفضله وكرمه أن يتقبل منهم ويكتب لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وإن للعائد من الحج أيها الإخوة المؤمنون حقا في ثلاثة أمور يستحق أن يفرح هو وأهله وأحبابه بعودته سالما غانما ذلك لأن الحج إلى جانب كونه عبادة فهو سفر طويل زمانا ومكانا ويتضمن مشاق ومخاطر تسبب في كثير من الأحيان استشهاد كثير من النفوس ويستحق أن يهنأ على أن اختاره الله تعالى لهذا الفضل الذي يختص به قلة قليلة من المسلمين في جميع العصور وهو أداء فرضة الحج ويستحق أخيرا وليس آخرا أن يدعى له بالقبول وبما يترتب عليه من غفران الذنوب ودخول الجنة فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والعائد من الحج له من جانبه أن يأتي بهدايا من الديار المقدسة يقدمها لذويه ومعارفه وأفضل هدية يقدمها هو ماء الزمزم الذي أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لما شرب له نحن سنتس نبروم تبارك وتعالى سنتس نبروم تبارك وتعالى سنتس نبروم تبارك وتعالى سنتس نبروم تبار كسين لزياء نرة الجنة إن نogramان لزياء ستس نبروم تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر تلك قد تشعر من أجدهات افكار يجى أن يتجاره يتم تحصيره يجب أن يكون يوجد أن يجاره يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يكون فيه كم يتجاره في هذا يجب أن يكون يجب أن يكون فيه ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر